نظمت وزارة التربية والتعليم العالي مؤتمرا صحفيا لإطلاق مسابقة صبري في مفردات اللغة الإنجليزية بعد أن أظهرت نتائج الثانوية العامة لهذا العام بأن اللغة الإنجليزية الأسوأ في سلم المواد التي تقدم لها الطلبة حقيقة أردنا الاهتمام باللغة الإنجليزية بصورة أكبر رأينا نتائج هذا العام استشعرنا بأن هناك تحدي كبير فيما يتعلق بانتحان الثانوية العامة والتحصيل العلمي على مدار المراحل المختلفة وبالتالي أردنا أن نأخذ مسابقة أبرزة طاقات أبنائنا وأيضا أكدت موجوديتها وهذه المسابقة رأيناها في مديرية الخليل وبالتالي أردنا أن نعممها على كل محافظات الوطن بحيث يجري تطبيقها تعاون وتكاثف بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات المعنية من أجل تطوير كفاءة الطلبة ومهاراتهم في اللغة الإنجليزية بالنسبة للمسابقة كثير فادتنا صراحة وبالنسبة لأنها تفيد للصفوف لأدام احفزنا كثير معيني ومراضفات طبعا استفادت لنا أن نعرف نكتب أكتر وصرنا أن نستخدمهم أكتر بحياتنا اليومية كحكي مسابقة سامة أنا كنت ضعيف بالإنجليزي بس فادتني هي وصرت أقوى وصرت أجيب علامات أكبر تشمل هذه المسابقة كافة مدارس الوطن وستطال ثلاث فئات لاختبارهم في المرادفات والمحادثة الكتابة والاستماع من مدينة رام الله لتلفزيون القدس ربا عيش